خليني أراحب بضيوفي في هذه الفقرة قلنا رياضي الكبير وستاذ جمال زيزكا قلنا رياضي الكبير وستاذ محمود صابر زيك وستاذ محمود قلنا خليك يا حبيبكم ساذ محمود وستاذ جمال خليني أبدأ مع حضراتكم بالبداية بمباراة مصر وبلجيكا دايما أنا كنت بسأل خلال الفترة اللي فات لأن كان عندي معلومة كده أن الرجل مستر روي فيتوريا لم يكن راضيا عن هذه المباراة فكنت دايما بسأل ضيوفي هل حضراتكم شايفين أن كان من الممكن أن هو يغير هذه المباراة أو يعني مايلعبش هذه المباراة كان البعض بيوافق وكان البعض بيقول لي لأ كان لازم يلعب هذه المباراة رأي حضراتكم هو وفقا لأولا قبل ما نبتدي لازم أقول لكم لسان طيب من نبتعد ميلادك وان شاء الله دايما بصحة وسعادة بنا أخليك يا حبيب بالنسبة للمباراة طبقا لرغبة فيتوريا هو مش من مصلحته أن مثل هذه المباراة تقام في التوقيت الحالي نعم ده طبيعي جدا لأنه الراجل برضو يقدر نقول ما مرش عليه ما مرش عليه فترة مش من مصلحته ولا مش من مصلحت المنتخب لا هو مش من مصلحته كواحد لسه بيكون المنتخب هو قاله فترة لكن ملحقش برضو يتوصل إلى شكل للمنتخب يقدر يخوت به مباراة قوية جدا بهذا الشكل لكن ده وجهة نظره لكن أنا شايف أن هي كمباراة مهمة بالنسبة له أنه هو يتعرف فعلا على المستوى الحقيقي لمنتخب مصر اللي هو بناء عليه يقدر الفترة الجاية يعني تبقى أفكاره أكثر وضوح بالنسبة للمنتخب وبالتالي المباراة زي ما شفنا منتخب الإمارات مثلا بس طبعا بعيد عن النتيجة يعني عشان مع الأرجنتين كنت تقولين نور الدين عمل مباراة كويسة جدا هنتكلم فيها أنا أقصد إيه أن الإمارات مثلا لعبت مع الأرجنتين هي فرصة وجود هذه المنتخبات في المنطقة العربية عموما ورغبة هذه المنتخبات أنها تلعب مباراة ففرصة جيدة لكن أنا برضو أخاف على المظهر العام للمنتخبين سيد محمود هنأخذ من كلمة خاف عن المظهر العام لو خايف عن المظهر العامي بخلص نقفل ونبطل هو مستر روي فاتيك خايف أو ألان هو كان ألان وكان رافض من البداية ماتش بلديك لكن أنا من وجهة نظر أنا بحمل اتحاضر كورا مسئولية أنه لم يختار بالصورة المناسبة فترة هذه فترة التوقف لعب على الأقل مبارتين سألو نهاردة أنت لعبت مع بلديك فيه غيرك بقى عمان لعبت مع ألمانيا فيه اللي لعب مع أسبانيا فيه اللي لعب مع الأرجنتين فيه اللي لعب مع البرازيل كان يتوجب يا كابتن إسلام أن يكون لدى اتحاضر كورا خطبات أسرع أيوة لإعداد مبارتين على الأقل غير بلديك مباراة غير بلديك فيه مباراة تانية غير بلديك يعاب لبلديك راجل رفض أه أيوة ما أنا بكلمه لا الكلام ده فيش حاجة مسألة أنه الراجل رفض الراجل رفض هتقول لي هنقول زي ما قال لزي جمال خايف على أنه مثلا تلقى هزيمة ما أنت الهزيمة هي اللي هتعلمك لو أنت هتلقى بلديك لا الراجل رفض مباراة تانية مع منتخب بلديك لا معها منتخب بلديك ممكن مش هادقف لكن أنا أصدي أنك إنت عندك متخبات تانية كان ممكن فرصة أنت حتى حتى لو مش متخب بلديك نفسه كان ممكن يبقى فيه منتخب تاني أقل وبعد كده تلعب مع بلديك لأنه دي فرصة مش تتكرر لأنت هتلعب أنت شايف الكل جاي والكل عاوز ياخد فرصة هذه المباراة أيضا رغم أنه ديق الوقت أنه حتى الآن لم يختبر اختبار رسمي ولعب مباراتين ودتين لم نظر ونمنا المسلم ما قدرش يحكم عليه وقول أنه المدرب عنده أو ما عندوش لأن المسألة لسه محتاجة على الأقل زي من الأول التقييم الصحيح يا جماعة من 4 إلى 6 مباراة هذه مباراة تحدي كبير بالنسبة للفتورية لابد أن يشعر الجمهور والمشاهد والمتابع المصري أنه فيه لمس على الأقل في المباراة أنه فيه فكرة للمدرب واضحة هتتنفذ ده أعتقد يمكن هو حطيته قدام منتخب من المنتخبات المصنفة في أوروبا وعلى مستوى العالم منتخب الجيكي يضم لعيبة على مستوى عال جدا فهزيل فترة لعيبة كبار جدا فأعتقد ده من الاختبارات اللي المهمة جدا ليه ولينا أولا ليه هو أنه برضو هيستكشف المستوى اللي هو شايفه ولينا عشان نشوف هل فيه حاجة هتتقال ولا هم احنا شغالين في مسألك الكلام فقط وحساباته داخلين في قصص وحواديت منهاش لازم أبراح في حد البعيد الناس كلها منتظر أنك أنت لو قدت حتى بشكل يقنع ويرضي ده هو المطلوب شكل بتقول فيه أنك أنت عندك حاجة بتقول دي حاجة حاجة تانية أيضا يا مستر فتوريا أنت بتقول أنك أنت جايب يتجاهز وتعمل كاس عالم عشرية وعشرين طيب أنت تعمل كاس عالم عشرية وعشرين وأنت أغلب الناس اللي عندك سنها واحد وتلاتين وتلاتة وتلاتين 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 وتسعة وعشرين يعني الحسابات ايه متفوتة فلازم تكون فيه خطة الناس عاودوا تشعر فيها أن أنا ايه هقدم على الأقل واحد واثنين أو تلاتة لو أنا شايف من عندنا احنا شايفين عندنا مستويات المنتخبات النشئين الفين وستة والفين وثلاتة والدنيا برضو لسه مش واضحة وعندنا داخلين لو نحن غيبين لنا فترة الكابتل الإسلام عن المشاركات على منتخبات النشئين في البطولات سواء الأفريقية وغيرها الفترة دي خدناها دي اللي صنعت الجيل اللي صنع الانجازات اللي اتعاملت في 2006 و2008 و2010 قبل كده كنا ايه كان عندنا منتخبات متميزة في ايه في مختلف المراحل قدت بنا نحنا عندنا كوادر وعندنا لعيبة كتير جدا قدرنا نختار منهم الأفضل اللي وصلنا للمستوى نحن مطلوب عاوز أقول يا جماعة حتى لو كان خسر منتخب 2006 مع كابتن محمد وهو اللي حصل لكن انا شايف انه التجارب والعودة للمرحلة دي مهمة جدا لكن مسألة ايه لابد ان يكون هناك تقييم منطقي وحصر اللعيبة الأفضل والبحث عن الأفضل يعني لو لقيت 2-3 من المنتخب كويسين قدرت أطلعهم من المنتخب اللي أعلى وحاسوا بعد كده أدور يعني نعمل ايه مسألة كوادر تجربة بلديكا من وجهة نظري تجربة مهمة جدا كاشفة في توريا وكاشفة في توريا لنا يعم